أهلا بكم في رحلة جديدة في الشريقة الفضائية الرحلة دي هنروح في رحلة إلى أعماق النفوس البشرية هنكتشف قدراتنا اللامحدودة والأهم من كده إزاي فعلا ممكن نحط هذه القدرات في الفعل عشان نعيش أحلمنا ونحق أهدافنا أنا أكتر من 25 سنة وأنا بفكر إيه السبب أن في ناس نكحة ونسلأ إيه السبب أن في ناس فعلا سعداء ونسلأ إيه السبب أن جامعة كبيرة زي جامعة تيل تقول لك أقل من 3% في العالم هم فعلا اللي عارفين هم رايحين فين والبقاء مش عارفين إيه السبب؟ إيه الفارق للأتنين؟ تصور في الستينات أن جامعة هارفرد عملت إحصائية البحث ده كان رائع على الثلاث حاجات أساسية على قوة التغيير والفرص اللي موجودة في الحياة والمنافسة قال لك إن في خلال العشرين سنة اللي جايين دول ده كلام ده من الستينات في العشرين سنة اللي جايين دول التغيير حيكون أكتر من أي وقت تاني في حياتنا قال لك تاب المنافسة حتى تتماشى مع هذا التغيير قال لك تاب الفرص قال لك حيكون في فرص أكتر من أي وقت تاني في حياتنا بالنسبة للوقت ده وده فعلا اللي حصل قال لك طب إيه نتيجة هذا البحث؟ قال لك النتيجة إن الشخص اللي مش هكون مرن كفاية عشان يعرف زيه يتعامل مع هذا التغيير في الحياة ويعرف زيه يكون مبتكر عشان يتعامل مع المنافسة ويستغل كل الفرص اللي بتتقدم له حيفلس سواء ماديا أو نفسيا في خلال سنتين وده اللي احنا متشوفه حوالينا حوالي العالم دلوقتي نلاقي ان واحد من اتنين بيموت بسكة قلبية واحد من ثلاثة بيموت بسرطان نبص لقى الناس عندها احباطات واكتبقى ايه السبب الناس التحركات السريعة للاقي الشركات العالمية اللي هي يقولك والله احنا شركة كبيرة محدش يقدر علينا النهاردة اصبح نمرة 24 ونمرة 25 في السوق العالمية نفس الشيء بالنسبة لنا النسان اللي ما بيتحركش بسرعة يا رب زبطه رايح فين ويفكر ويبتكر ويستغل الفرص حال نفسه تعبين نفسيا لان العمالتهم بارح جابك لغاية هنا مش ممكن اطلاقا حاواليك لغاية بكرة عشان كده لما نيجي نفكر طب ايه اللي احنا ممكن نبدأ به ازاي ممكن نوصل لهذه الرحلة الى اعماق النفس البشرية طب ابدأ بايه انا عدت اكتر من 20 سنة بفكر الواحد vintage يبدأ بايه لو في حاجة ابدأ بيها الواسي لان الانسان عايش باستراتيجيات يعني ميستراتيجيات الطريقة اللي بنكون بيها استراتيجية طب ايه ينم بيها خطة معينة طب ايه ينفكر بيها خطة معينة طالة اللي بتحرك بيها ازاي كان الحد بيتعصب ولا لا ازاي كان الحد بيسمع ولا لا حد بيكلم بسرعة او بشوش كل دي خطط انسانية عشان كده هنبدأ نكلم في قدرات الإنسان اللي لا محدودة وبتبدأ بأول خطوة أو أول رحلة في رحلة إلى الأعماق البشرية وهي قوة الإدراك قوة الإدراك عارفت من غير الإدراك الإنسان يبقى عايش هو ماشي وخلاص لأنا بقول بالدنيا باستمرار في أربع أنواع من البشر فيه شخص عارف بالزبط هو عايزين فيه شخص مش عارف حاجة خالص إطلاقا فلو بدأنا بشخص التاني لما تنسى المعظم الناس أنت أخبارك إيه أهدافك رايح فين ولك بالله ما عرفش خليه على الله وطبعا دي أعذار معينة طبعا كلنا بتكره على الله سبحانه وتعالى كل ما في الأمر الله سبحانه وتعالى لك وقل عمله فصير الله عملكم والرسول والمؤملين لازم تعمل لازم تخطط لازم تفكر ففي ناس كتير جدا تبقى للماشي في الدنيا مش عارف حاجة مش عارف هو رايح فين فيه صنف تاني من البشر الصنف ده عارف هو عايزيه لكن مش عارف يحققها زي وده بيبقى عارف هو عايزيه عارف يععملها زي لكن مش معتقد ولا مقتنع بقدراته انه ممكن يحطها في الفعل فممكن يحطها في الفعل وبعدين يسيب خايف من الفشل خايف من المجهود خايف من الاعتراض خايف من الاستهزاء بيبقى خايف من التحديات الخارجية وعنده التحديات الداخلية لانه مش شايف نفسه ناجح الشخص ده بيبقى اكتر واحد تعبان من الاثنين قوانين على أساس الأولان مش عارف حاجة خالص التاني عارف لكن مش عارف يععملها زي عايزية عارب بزبط يعملها ازاي عارب بزبط يعملها امتى بيحطها في الفعل ويكون ملتازم ويكون صبور ويكون منضبط ويكون مستمر لغاية ما يحقق اهدافه وفي نفس الوقت عايش احلامه ودهو الاقل من 3% في العالم ايه السبب قوة الادراك قوة الادراك الشخص يبقى مدرك هو فين النهاردة حارفين في قصة كونفيوشس اللي هو منكلم عليه هو الحكيم الصيني كان فيه واحد من تلامزته قال له انا وصلت القوة رائعة جدا اصبحت وصلت للمعرفة بس عايزك تعلمني ازاي ممكن اوصلت للاتزان فكونفيوشس رح لسم له دايرة وكتب جواها الادراك فالشاب قال له انا عارف عشان كده جيت لك انا مدرك بس عايزك تعلمني حاجة انا معرفهاش رح رسم دايرة تانية وكتب فيها الادراك قال له ما انا عريت الاولانية كتبت هالي تاني ليه رح كتب دايرة تالتة وكتب فيها الادراك فالشاب قال له الله انت بتصخر مني لو سمحت قل لي أنت بتعمل كده ليه كونفيوشيس بابتسامة بسيطة قال له عايزك ترجع الوراء ثلاث خطوات الشخص هذا الشخص هذا الشاب ليجع الوراء ثلاث خطوات راح واقع في بركة لما واقع في بركة بقى متحصب جدا بقى مدائي جدا فقد الكنترول على نفسه وقال لكونفيوشيس أنت بتعمل كده ليه قال له أول دايرة رسمتها لك فيها إدراك إيه الإدراك ده إدراك الواقعة الواقعة اللي أنت فيه إنت لما جيت هنا كنت مركز فقط على ما أريد أني ليس ملاحظت إنه في بركة جنبك ولما تكلمت معي وتعد في الكلام لاحظت أطلاقا الواقع اللي أنت فيه فأول إدراك لازم تعرفه لازم تعرف إدراكك للواقعة الواقع اللي أنت عايش فيه إنت فيه النهاردة في الست حاجات هنت تجد فيهؤ فيهم بعد كده بالتفصيل ست حاجات بيتد��ك الإتزان في الحياة ده الواقع لازم تدرك انت فين دلوقتي انت فين في احسيسك انت فين سركياتك انت فين في افكارك انت فين في تركيزك رايح فين عايز تروح فين انت فين وعايز تروح فين يا طرى انت عارف تحدياتك عارف ازاي تعدي منها انت عارف مصادرك عارف ازاي تستغلها عارف ازاي الزمن ان الوقت هو الحاجة الوحيدة اللي عندك ومع ذلك برضو هل أنت مدرك أن الوقت يعد منك بسرعة؟ هذا الإدراك في الواقع ثاني دائرة اللي هي دائرة الإدراك التاني اللي هو إدراك حالتك النفسية بمجارب موقعات في البركة تنرفست وتع الصبت وطالما تع الصبت مش ممكن إطلاقا تكون متازن ومش ممكن إطلاقا تقدر تأخذ قرارات سليمة لأن قراراتك مبنية على أحسيسك وطالما قرار مبنية على أحسيس لو أنت مبسوط حتسيب وتدي لو أنت مبسوط حتمسك والغضب طبعا بيملك تماما بمجارب ما تغضب تنفسك بيزيد قوة قلبك اللي بيدوق مئة ألف مرة في اليوم بيدوق أسرع حتى ولو واحد في المية في حاجة اسمها الأدرينالين بتطلع في جسمك تلاقي ضغط الدم يزيد لأفكارك تزيد لأتركيزك المخ بيحطك في حاجة اسمها fight or flight يعني إهجم أو إهرب هل بص لنفسك وصلت المرحلة مش محتاجها إطلاقا وانت وصلت المرحلة دي بمجارب موقعات وبدأت التعصب خرقت برى الاتزان قال له طب وثالث دايرة قال له الدايرة الثالثة هي دايرة الحياة لازم تعرف زي تتعامل مع الحياة تتعامل مع تغيرات الحياة تتعامل مع تحديات الحياة إن الحياة حتتغير حتتغير للدرجة إن الحياة بتقولك خد بالك مني لو ابتسمت لك ورا الابتسامة هيكون في الحزن وخد بالك مني ورا الحزن حتلاقي الابتسامة فلازم تعرف أولا تبقى عندك إدراك للواقع تبع عندك إدراك لجواك بتفكر إزاي وحاسيسك عامل إزاي اللي هي حالتك النفسية وثالث حاجة إدراكك للحياة لو عرفت دول كويس جدا هتوصل لأعلى مراحل الاتزان والنمو في الحياة عارفين معظم الناس ما يشوف الدنيا مش عارب بالضبط هو فين لكن ممكن يشتكي كل يوم يا ترى أنا مدلك تماما أنا فين قبل ما أقول أنا عايز أروح فين لو تسأل أي إنسان في الدنيا عايز تكون سعيد يقول لك طبعا عايز تكون ناجح يقول لك طبعا عايز تكون مرتاح مديا يقول لك طبعا عايز تكون أب أو أم أو أخ أو أخت ممتاز يقول لك طبعا طبعا أنت فعلا أنت فعلا سعيد أنت فعلا ناجح أنت فعلا ممتاز أنت وصلت فين في كل دول هتوصل لأي شخصي يقول لك أنت ما عندك شفكرة عن تحديات حياتي ما عندك شفكرة عن المشاكل اللي أنا فيها ده أنا يا دوب عايش ده أنا عندي مشاكل مديئة دي كده عندي مشاكل نفسيتي وعند شخصي وغير كده تبس لقيه يدي لك أعذار وانا عملت قانون اسمه قانون الأعذار الناس بتعمل عزر معين ويستخبى وراه عشان ما يحطهاش في الفعل عشان ما يخدش مسؤولية حياته في خلال ما الناس لا تدرك قدراتها اللامحدودة تعال نتكلم بسرعة انا كلمت في الموضوع ده كتير على قدرات الانسان اللامحدودة من اول ما ننزل من فوق لتحت قدراتك العقل البشري ده كلام ده من عشرين سنة في مية وخمسين مليار خليه عقلية عارف يعني ايه عشان طول تكتبهم معتها خمس تلاف سنة يعني انت واجيالك 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 حنمشي ولسه معرفناش قدرات العقل ده اللي احنا نعرفه دلوقتي في الخمسينات قالك الانسان بيستخدم خمسين في المية من قدرة عقله قالك رائع في الستينات قالك حنقسفين جدا بنستجدم فقط عشرة في المية في السبعينات قالك خمسة في المية في التمانينات قالك واحد في المية واخيرا اخر احصائية نزل من جامعة ستانفورد قالك واحد من واحد من عشرة من واحد في المية تخيل يعني هل احنا كل مرة كل ما ده عاملين من خمسين في المية الواحد من واحد من عشرة يا طرح احنا عاملين باستمرار بنبقى اخبئة اكتر ولا مش عارفين يعني ايه قدراتنا لما حدو ده بس العقل البشري اللي الله سبحانه وتعالى لما خلق المخل أقبل فأقبل قاله أدبر فأدبر اللي هو عزتي وجلالي ما خلقت شيئا أعز علي منك والدهالة كدية قدرات لا محدودة العقل البشري ما عندكش فكرة قدرات وانا بدرس فيه بقلي 23 سنة وكل مدرس وافتكري ان انا عندي شوية معلومات ألاقي نفس دخلت في باب ومش عارف ولا حاجة خالص في القدرات اللا محدودة في العقل البشري تعاني شو بعد كده ونت نازل العنين بتفتح وتقفل 18 ألف مرة في اليوم عشان تخلي الدموع في عينيك وعشان تحمي عنك من أي حاجاتي خارجية ودي تبع جهاز المناعة ده إدواند لانج اللي هو قال لي في البولارويد كاميرا قال لك محتاجين لون عشان ساعة في لون ساعة بحالها عشان لون احنا بنميز 10 مليون لون في الحال قدرات هل انت مدرك لقدرات دي تعاني نشوف حاسة اللسان عندك 3 طبقات من حاسة التزوق واحدة تقول لك ده حادئ واحدة تقول لك ده حراء واحدة تقول لك ده حلو واحدة تقول لك ده أكلت ماما ده أكلت مش عارف ايه ده كالت ملوخية تبص لأيه الكلام ده كله بتعرفه منين تخيل ان بتقدر تميز حتى بمنخيرك بتميز 10 تلاف حاسة شام مختلفة وكل ده بيشتغلك من غير ما تفكر لما نوصل للقلب القلب بيدوق 100 ألف مرة في اليوم من غير ما تفكر عضلاتك لو تحطت سوا كشت بـ 25 طن من غير ما تفكر طاقتك الكلام ده أنا قلته من حوالي 12 سنة قال لك مش معقول لأنه فيه واحد اسمه ناي تانجيل قال لك طاقة الإنسان وكتب ده من شيكاجو كتب في حتة اسمها ليد دافيلد يعني قود الحق قود العالم قال لك ازاي قال لك طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع قال لك تسوي كم دي قال لك مليارات أكتر من 80 مليار دولار تخيل طاقة الإنسان لما قلت الكلام ده أنا عملت لها أبحاث كبيرة اليابانيين أخذوا حاجة طبعا أنت عايز سالب ومجب عشان تولد كهرباء عشان اللمبة تنور أخذوا السالب من الكهرباء مشوه في حاجة اسمها المريجيانز اللي هي مجاري الطاقة في الإنسان أكتنها كرة دم مثلا وراحطتها وراحطت تتانية في المجب راحط من ورأة لمبة قال لك مش معقول حطوها في دينمو راح مشغال الدينمو قال لك ايه ده قدرات الإنسان لا محدودة أنت ممكن تلمس إنسان وتكهرب ممكن تلمس حاجة وتكهرب أنت فيك طاقة أنت كلك طاقة الطاقة دي تخيل بقى لما تكون بتفكر بطريقة سلبية هتشتغل ضدك ولو بتفكر بطريقة إيجابية هتشتغل معاك فمجرد ما تركز وحنتكلم في قوة التركيز بعد كده في الوقت قوة الإدراك يا طرح أنت مدرك أنت فين؟ يا طرح أنت مدرك بالزبط أنت فين في كل مرحلة من الأجزاء الستة اللي بتعمل الإنسان إتزان متكامل طب إيه هو الإدراك الإدراك أنك تعيش في اللحظة دي بكامل واعي تبقى واعي أنت بتعمل إيه عارفين يعني هي كلمة واعي لأن أكتر من 90% من سلوكياتنا تلقائية بتتصرف مجرد ما تفكر حد يقول لك حاجة لأن نفسك تتصرفت على طول مجرد ما تفكر لأن المخ عنده برمجة معينة أول ما بتتولد في الدنيا أول ما جيد في الحياة يتفتح لنا فايلات يتفتح دوسيهات الفايل الأولاني موجود في مثلا الحقد الفايل الثاني مكتوب في الغيرة الثالث في القلق وبعدين التوتر تروح تاني حتبص لها فايل مكتوب في الحب مكتوب في الثقة مكتوب في القدرات كلها فايلات طول ما تماشي في الدنيا أي حاجة تعملها من نفس النوع تخش في نفس الفايل بعد كده لو حسن يجي تغصب الفايل كله يتفتح لما تيجي حسس بالحب الفايل كله يتفتح حسس بالحقد الفايل كله يتفتح عشان كده مجرد ما تفكر في حاجة وتدركها تماما دي البداية انك تقدر تغيرها فانا بقول للناس في كل حتة في العالم خدوا بالكو خد بالك انت فين خد بالك بتفكر ازاي اول ما تدرك لان الادراك الملاحظة 50% من التغيير تخيلك انك تدرك انك بتاكل بسرعة 50% من تغييرها مش ممكن تقدر تتحكم فيها لانها تلقى ايها غلما تلاحظ انك بتاكل بسرعة مش ممكن تتحكم في اصابك غلما تعرف انك فعلا بتتنرفز وتمسك نفسك فعلا وانت بتتنرفز الملاحظة دي بتخليك تفكر بتخليك تنفصل حتى ولو لحظة كلمة انفصال انك بتخرج عن الاحسيس وبعد انت تتصل بالاحسيس اللي انت عايزها مش المفروض عليك بسبب برماكتك السابقة لما نجي نفكر في الحاجات كلها ونشوف الادراك انك تعيش اللحظة دي بكامل معانيها وتعيش اللحظة دي في اللحظة دي ما فيهاش الماضي في اللحظة دي ما فيهاش المستقبل لان الماضي موجود هناك ونتكلم فيه وزي ممكن تعلم نتعامل مع تحدياته ونحولها القدرات وزي نفكر في المستقبل مدى ما جدنا قلق مقدما اذا ناخد هذا المستقبل ونحوله لقدرات لان لدى موجود ولدى موجود لكن اللي انت تعرفوا هو الوقت الحاضر مش ممكن تقدر تحرك كرسي في الماضي مش ممكن تقدر تحرك كرسي في المستقبل تحركوا دي الوقت لكن الناس عايشة في اليومين دول أنا بقول اليوم بتاع الماضي واليوم بتاع المستقبل ويجيب لي نفسه اكتئاب وبعدين يعتقد فيها ويكررها أكتر من مرة وبعدين يمشي في الدنيا عنده هذا الاعتقاد ويقابل بالعالم ده اللي أنا بسميه مرض الأعزار إن شخص عنده عزر معين بيحاول يستخبى جواه وبعدين بيستخدم هذا العزر يبقى على الوقت يتعود عليه ويكرره أكتر من مرة لغاية ما بعتقاد وبعدين يمشي في الدنيا بهذا العزر ويقوله تلقائيا من غير ما يفكر حد يقولك تعرف وبعد ما شاب ودوك كتاب ما تقدرش تغيرني خالص تعرف أنا مارف جولة من جولاتي لقيت واحد راجل عنده 64 سنة 64 سنة بيقوله دكتور الكلام بتقوله كويس جدا كاف من مطامر كبير لكن أنا عندي 64 سنة تفتكري يعني بعد ما شاب ودوك كتاب ممكن يروح في مكان أعضاء عزر لا اسم العزر للسن طوله أنت عايزي قال لي نفسي عمل دكتوراه وقوله دكتوراه هتاخد كام سنة قال لي 4 سنين وقوله كمان سنة كمان 4 سنين هتكون عندك كام سنة قال لي 48 ولما تعملوا دكتوراه عندك كام سنة قال لي 68 ولوما عملش دكتوراه هتكون عندك كام سنة قال لي برضو 68 طوله راح هتعمل твоي قالي تفتكري عاملها قالتوا أنت اللي بتجاوب مش أنا أنا بس بأس ساعة الأفاق قرر وراح وسافر وعملها وفي جولتنا ومع السنين والواء تعادت بسرعة رجع تاني وفي وسط مطمر تلع في وسط الناس قال لهم عمرك في حياتك ما تسيب حلمك أنا عملت دكتوراه هذه إدراك إدراك أنه عنده قدرات لا محدودة ولكن كان مضايع هذه القدرة في العزر اسمه عزر السن عزر السن فكل واحد فينا يختار العزر كده ويستخبه وراءه واحد يقول لك العزر ممكن يكون المجتمع واحد يقول لك العزر تكون الصحة ممكن يكون العزر الحالة النفسية ممكن تكون الحالة الاجتماعية الحالة العائلية كل دي أعزار لكن في حاجة مهمة جدا في خلال ما نحطت أعزار في خلال ما ما تحركش الدنيا عملا تجري بابتكار وبسرعة وفي ناس فيهم بتاع السعادة وأنا لأ فالليه بيحصل اللي هو قاعد عملي يبص على الناس بتتحرك ولأ يبدأ يحقد عليهم يبدأ يغير منهم يبدأ يتكلم عليهم واحد تعرفين أقول الحكاية دي باستمرار وحاجة قصة مضحكة كنت واخد تاكس مرة يعني كنت في البالة من بلاد أخدت تاكس وبعدين سبت كل الناس اللي معايا واخدت التاكس التاكس واحنا ماشيين كان عدت من جنبنا عربية مرسيدس راح باسس كده وراح قال لي تعرف بتاع المرسيدس دول كلهم حرامية فانا بتسامت ورطوله قلت له تحب يكون عندك مرسيدس قال لي أنا مش حرامي قلت له طيب تعرف حد عنده مرسيدس ومش حرامي قال لي آه الحاجة عبد الله طوله تحب تكون زي الحاجة عبد الله راح ساكت خالص اتغير اعتقاده في ثانية لأنه حاكم وعمم دلوقتي تعرف لو أنا أدت للشخص ده فلوس ومعاه فعلا فلوس كافية أول حاجة هعملها هيشتري مرسيدس لكن هو معاشا ما عندهوش بيحاول سيعمل أي تغيير فبيشتم كل الناس وبيحكي لعا كل الناس اللي عندهم مرسيدس لكن جواه نفسه فيها فتبص تلاقي بدل ما انت عمل حطت نفسك ورا عز ان دول حرامية وانهم حصوزين وانهم لازم يكون عندهم قدرات معينة لا ادى انت عندك قدرات لا محدودة كل ما في الامر حطها في الفعل بدل ما تشتكي بدل ما تقعد تحقد عن الناس بدل ما تقعد تلقهم وتقارن بينك وبينهم لا امضاعش وقتك حطها في الفعل فهذا الادراك تعرف لمنين يتكلم على قوة الادراك وبص الادراك دي جالنا منين كل برمجة كلاه في حياتنا جات من العالم الخارجي من اول ما تولدنا اتبرمجنا من الاب والام وطبعا بحب تام يعني اتبرمجنا من الاب والام بطريقة معزمها تخيل ان في واحد اسمه تشاد هلمستير كتب في كتاب كتب في كتاب يقولك ايه الكتاب دي يقولك ماذا تقول عندما تتحدث الى نفسك قالك من يوم تولدنا لغاية اللحظة لغاية 18 سنة وصلت لنا في حدود 148 الف رسالة سلبية تخيل انا كتبتها في كل حت قلت الناس خذوا بالكو انت بتفكر ازاي التفكير ده تلقائي مش منك انت شخصيا انت تبرمجت من العالم الخارجي والمعظم البرمجة جات من الناس بيحبوك لكن مش متخصصين في تربية الاطفال ما عرفش بالزبط فبيقولك حاجة ممكن جدا ام تقول لبنتها ولا ابنها كان يوم يسود يوم ما جيت او مثلا تقول له تعرفت عمرك ما هتنجح لكن هي عايزاء ينجح وفعلا حسها ان يوم رائع على ما جاء لكن بتقول بقى عصبية فممكن جدا تأثر عليك فاول ناس برمجونا كان الاب والام وبعدين خرجت من حيز الاب والام بدأت تدرح المدرسة وتلاقيت عالم تاني خالص وبدأت تتبرمج تاني من اول وجديد فادي ادراك تاني للحياة من اول وجديد تعرف وبعدين بدأت فانت لأول اب والام وبعدين المدرسة وبعدين الاصدقاء بدأت تتاخذ سلوكيات معينة وتتبادل مع الاصدقاء ومن دول بدأت تخرج للمحيط الخارجي المحيط الخارجي بدأ يعلمك حاجات كتير سواء ان التكسة وان السيارات الناس في الشارع بيقولوا ايه عندك حواليك بالنسبة لك بيقولوا ايه وبعد كده بتوصل لوسائل العلام طبعا بمؤثرة جدا جدا وبعدين في الآخر انت بتزود عليها يعني انت سادس واحد عشان تزود عليها من يوم ما جينا في الدنيا ما عندناش لغة نقابل بيها العالم انت كطفل انا وانت لما جينا في الدنيا ما عندناش معنى ما عندناش لغة ما عندناش ادراك اخدنا هذا الادراك من الاب والام اتعلمنا لغة بدأت اوه مثلا تقول لك قول ماما او قول بابا طبعا كل واحد فيهم بيحاولي خليك تقول التاني مش هو فطبعا لما تقول ماما او قول بابا انا الوقت بدأت اتعلم معنى وتعلمت لغة بدأت اقابل بيها العالم الخارجي وبعد انفاكر العالم كله زي فبيحصل مشاكل في الاتصال فادراكي ان انا متبرمج بطريقة معينة ادراكي ان انا وصلت لي قدرات معينة من ناس حولي لكن انا ما استغلتش قدراتي انا الشخصية اللي ممكن تبقى اكبر بكثير جدا من البرمج اللي انا كنت فيها عش كده ما اجفكر فيها تقول ادراكك اللي انت اخذته من الدنيا جاي منين جاي من العالم الخارجي جاي بطريقة هذا العالم الخارجي فانت لازم انت بتدور وبتبحث وبتفتش وبتعرف وبتخطط وتعدل وتقيم لغاية ما توصل لاحسن مراحل في حياتك فهذا الادراك اللي جاي من العالم الخارجي ممكن تغييره لانه ادراك مبني على واقع معين انا بحب جدا لم حد يقولي في الواقع اني واقع بتعني مين بتعني شخص بتاعك انت اللي ممكن يكون مختلف تماما عني انت الواقع بتاعك مبني على ادراكك على المعنى الاشياء بالنسبالك مبني على لغتك مبني على قيمك مبني على اعتقداتك وانا عندي غيرهم فعشان كده لما حد يختلف معاك في الرأي ما تزعلش لانه لازم يختلف معاك في الرأي لانه مختلف عنك تماما هو مختلف في قيمه اعتقداته وادراكه ومعنى الاشياء بالنسباله عنده لغة مختلفة عنك مش معنى كده انت بتكلم عربي هو بيكلم انجليزي بيكلم عربي زيك ممكن او لغة نفس الشيء بالضبط لكن جواها معاني تانية خالص فانت ممكن تقول لحد حاجة ويزعل معانك انت ما تسطول لما كنتش تقصد او العكس ايه السبب ادراكك للاشياء مختلف عن ادراك الانسان للاشياء فدي اول حاجة تبدأ تدرك انت فين تعرف لما بكلم على حكاية الادراك دي الادراك 50% من التغيير مش ممكن تتغير لما تعرف انت فين وعشان تعرف انت فين لازم تعرف انت رايح فين فتعاني تكلم ديوقتي فأصناف الادراك فيه ستة حاجات انا بسميهم الاركاني الستة للقوة الذاتية الاركاني الستة للاتزان الداخلي والخارجي اول ركن مازي الاركان هو الركن الروحاني بكلم الركن الروحاني ادراكك بتسأل نفسك يا ترى انا فين النهاردة فعلاقتي مع الله سبحانه وتعالى انا فين النهاردة هل انا من النوع اللي بعرفها تسامح بسهولة هل انا من النوع اللي بصلي وسوم وكلام ده كله بس بعملها تلقائيا من غير ما فكر انت وانت بتصلي حتى تطمئن وانت طالع حتى تطمئن ما تنزلش حتى تطمئن يا ترى انت بتخش وتطلع وبرضو قلق وعندك اكتئاب يبقى معملتها الصح علاقتك ايه مع الله سبحانه وتعالى حتى لو بتصلي وتسوموا كلام ده كله علاقتك ايه مع الله عملت حاجة جديدة ده الله سبحانه وتعالى بيقولك من يقرض الله قردا حسنا اتحارف صلي ركع لله صلي ركعتين لله بتفكر انا ادراكي دلوقتي انا مبعرفش صلي الفجر ادراكت مثلا بفرض فتقول طب ممكن اعملها ازاي اول ما تدرك وتبقى عندك اسباب تعملها هتلاقي تستخل لقدرات العقل البشري علشان يصحك الصبح عارف معنا ايه دي هل ممكن تكون زبط المنابه مثلا على الساعة اربعة الصبح عشان لازم تسافر وتلاقي نفسك صحية قبل المنابه هتلاقي الاجابة طبعا طبعا ايه السببب لانك ركزت على حاجة تهمك عندك اسباب ليه تصحى وعندك رغبة انك تصحى بعد الرغبة دي احسيس وبعد الاحسيس في سلوك فتنافسك وصلت المرحلة انك بتصحى اوتوماتيك لي دي تلقائية فالبص لانا ممكن ابرمج نفسي وقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى واصبح الصبح وصال للفجر وحاول منامشي تاني على قد ما ادرك استغل قدرات العقل اللي هو بيبقى ناشط جدا الصبح بدي خصوصا ممكن ابتكره ازاي ممكن استغل قدراتي ازاي الى اقصى مدى فالادراك الروحاني ادراك الروحاني انا فين النهاردة فعلاقتي مع الله سبحانه وتعالى يا ترى انت انسان متسامح بترى فعلا انت تتسامح انا حنتكلم على حاجة بعد كده قدام شوية اسمها قوة الحب والتسامح لانا التسامح دي مهاش سهلة اتكلمت عليها كتير انا اتكلمت عليها لغاية دلوقتي لالافات من الناس فقم سياجي فقم حضراتي تلاقي الناس ما بيفكرش فيها بيعملها تلقائيا ما انا عارف انه حرام نكتخاصم حد اكتر من ثلاثيان ومع ذلك برضو انا لا ادرك لانا بعملها تلقائيا لانا انا عاوز اكسب الشخص الاخر عاوز هو ليعتزر الاول او طالما انا كسبت خلاص ما اسألش الادراك في منطها القوة فاول ادراك في الركن الاولاني ادراك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى لو الادراك الروحاني تاني ادراك او الركن التاني الادراك في صحتك بعد على طول انت ماشي تلاقي صحتي عاملة ازاي اخبار صحتي اين تعرف وانا قلتاك كتير الناس ما بتتأمش بصحتها لانه ما عندوش مشكلة في الصحة لكن تعرف لو تتخبط خط صغيرة هتلاقي كل تركيزك هناك هتلاقي كل جسمك وافكارك وشعورك وحسيسك وسلوكياتك كله رايح مركز على الخطة البسيطة دي تخيل لو انت مرط تخيل لو انت عيت هتبقى نتيجة اين هتلاقي كل افكارك كله وكل حاجة على فكرة هتوقف لغاية ما توصل لمرحلة ترجع تاني وتزمت نفسك تاني من اول وجديد الناس بتاخد الصحة لكنها حاجة بيقرها في الكتب بس لا ده صحيتك دي اولا ده هدية من الله سبحانه وتعالى سنين هتتحاسب عليها سليسا ولادك الحقيقيين عارف عيلتك حقيقي اللي جواك قلبك والكبد والمعدة كل دول بيشتغلوك بيشغلوك فلما تهتمش بهم حد لقى نفسك تعب فلازم تهتم بهم عشان يدوا لك اللي انت عايزه فلازم اوصل لمرحلة اهتم بقدراتي بالنسبة للصحة تعالفين ناس كتير تقول لي دكتور انا عايز انا نازل وزنين الوزن ده سلوك انت عايز توصل لنتيجة لكن الجزور نفسها اخبار قيمك ايه هل انت صورتك الزاتية شايف نفسك فعلا وانت بالوزن جديد ما ممكن تنازل وزنك وتلاقي صحتك تبوز وده في حاجة اسمها انا رجزي النرفوزة ايه دي الشخصي بيخاف من الاكل ولما يأكل يرجع يرجع الاكل لانه مش عاوز يأكل خايف عاوز يبقى رفايع عاوز يبقى نحيف والنتيجة ممكن يوصل لو اعايزه لكن بعد كده يكون صحته بايزة لانه ما بصش المرحلة انه لازم يكون عنده قوة ذاتية يفكر في الصحة متكاملة فانعايز صحتك بحالها تكون متازنة مش بس الوزن فعشان صحياتي تكون متكاملة اسأل نفسي يا ترى افكاري صحية اين هو الاكل اللي انا باكله يا ترى باشرب مياه كفاية انت 90% من جسمك دم المخ نفسه عبارة عن شوية خلايا ودم مياه فانت لما تشرب فقط وانت عطشان جدا تبقى وصلت للجفاف انت تشرب مياه باستمرار انت محتاج على الاقل 6 و 7 كبارت مياه في اليوم عشان جسمك يبدأ يشتغل معاك عشان كرات الدم تتحرك احسن وعشان المخ يستفيد اكتر فتبصت لقياه بتقولي يا ترى انا طريت اكله عامل ازاي الماء اللي باشربها كويسة ولا انت حركات الجسمانية النس ساعة بتاخد يقولك انها رح ألعب رياضة بلاش كلمة ألعب دي يعني ساعة تبقى كلمة كبيرة بالنسبة للكبارت كلمة بلاش دي خليها ممارسة الرياضة انت وحرك جسمك بتفكر بتشغل عضلاتك فكل ما تشغل عضلاتك ساعة ناس ما في تدرش تتحرك تطلع السلالم مش قادر ياخد نفس كويس الرئة ضخمة وقوية مفيش حد فينا اذا كان متعلم ازاي تنفس صح بيتنفس اكتر من 20% من قوة الرئة اتعارف لو عملت اشعة هتلاقي الرئة من قدام بيضة ومن وراء هتلاقي فيها شوائب هتلاقي سودة السبب محدش بيوصل لقوة هذه الرئة وطالما المخ بيتغزى على الاكسجين المخ بيتغزى على الاكسجين وعلى جلوكول بتغضي في نفسك فتقولي يا تارى انا فين في صحيتي انا وصلت فين النهاردة عندي امراض هلأ من النوع اللي بتنرفز بسرعة انا فين عصابي عاملة زي يا تارى بتوصل معظم الناس عنده القرحة عنده القولون العصبي عنده القرحة العصبية وبعدين سكتات قلبية والضغط الدم العالي ايه السبب لانه مش مدرك لان صحته مهمة جدا بيعملها هو متأكد انها حد حد دعمه كل يوم وبعدين لما تخبطه بتخبط فجأة تخبط بقسوة تخبط بقوة وبعدين يبص لنفسك الله ايش معنى انا انا مش معزوز لأ ثانية واحدة ده انت اديت لك اكتر من انزار ده انت ممكنش قادر تتنفس مش عارف تطلع على السلالم مش عارف تفكر لأي عصبك تعبانة ايه السبب دي تدلك انزارات لنفسك مش عايز شوف حد او ساعات تقض مثلا لنفسك عايز تعمل حاجات كتير عايز ناس كتير حولك او مش عايز ناس خالص حولك كل دي انزارات بالاكتئاب فلما توصل لمرحلة عندك توتر او قلق وكتئاب تسأل نفسك انا فين في صحيتي النهاردة انا فين في صحيتي فاخد بالك دوازين احنا كلمنا في الرك الروحاني انا فين في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى انا فين في جزء الصحي انا فين في صحيتي النهاردة وصلت لغاية فين وصلت لأني مرحلة في صحيتي اول ما تسأل انا فين هتلاقي المخ يقول لك هذه رأة هذه كل المعلومات لان العقل البشري بيشتغل بالتقييم والعقل البشري بيشتغل بالاولويات يعني اولويات يعني اي حاجة تفكر فيها وفي احسيس عالية المخ ياخدها اولوية فانت لو عندك اربع خمس حاجات نفسك فيهم العقل البشري هياخد اعلى حاجة فيهم بالاحسيس اللي يابد احسيسك جواها لان اول ما تقول انا نفسي في حاجة بتتكلم وعيا اما بتقول انا حاسس بيها بتتكلم لا وعيا وصلت القدرات التلات عقول اللي عندك والعقل القدامة بسميه front brain وال mid brain وال hand brain التلات عقول دول اللي فيهم العقل الشمال واليمين كل ده يشتغل معاك او كل ده يشتغل ضدك لانه معارفش خدوا بالك اللي لحقوله العقل البشري لا يعي غير اتجاهات يعني تقوله ك Erin سعيد في الدنيا المخ حيد عامك ويجيب لك كل المصادر اللي تقوليك قد انت سعيد وليه انت سعيد لو انت تعيس المخ هيدعمك يجب لك كل المصادر اللي تقول لك ليه أنت تعيس وإزاي ممكن تكمل تعيس يعني معناها إيه؟ واحد يقول لي طيب إنسان النجاح عرفنا أنه نجح ليه؟ طب في فكرة الفاشل يبقى نجح في إيه؟ شوف الروعة المخ ما يعرفش الفشل المخ يعرف النجاح فلو إنسان فاشل هيبقى ناجح في الفشل تخيل يبقى ناجح في الفشل إنسان نجح هيبقى ناجح في النجاح المخ بينجحك بيخليك أقوى من اللي أنت فيه ففي المرحلة دي لازم أوصل لمرحلة أبعرف بالضبط أن أعايز إيه؟ لأنه مش عارف أن أعايز إيه؟ المخ هيدعمني على اللي أنا أعايزه إلا أنا أساساً المخ باستمرار بيمشي وراء اللي أنا أعايزه لازم أوصل لمرحلة في حياتي وفكر باستمرار أن أنا النهاردة مدرك إيه؟ رايح فين؟ عايز إيه؟ هتصرف إزاي؟ بفكر إزاي؟ لازم أوصل لذيه المرحلة الرائعة فاللوقتي نحن في الإدراك الروحاني وبعدين وصلنا للإدراك الصحي بعد الإدراك الصحي أعايز أوصل بعد كده للإدراك الشخصي يعني إيه الإدراك الشخصي؟ إنت أخبارك إيه؟ يا تارى أخيراً إنت بتقرأ من هو بتعرف تنامي نفسك أي أخبار التنمية البشرية بالنسبة لك لأنك لو مش بتنامي نفسك اللي أنت عملتهم بارح وصلك لايت هنا مش هواصلك لايت بكرة لأن الدنيا بتتغير سنك تغير الأفكار تغيرت ابتكارات جديدة الدنيا عملة تجري 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 بالسرعة الابتكار سرعة ابتكار سرعة ابتكار زي اللي سمي أقول لك من شوية اللي هي إحصائيات جامعة هارفرد إيه ده؟ يعني معنى كده أن أنت لو عندك لو ما تعرفش تتغير بسرعة والتغيير ده جاي كل يوم وفي كل لحظة ولما تعرفش تستغل الفرص اللي حواليك والمنافسة بالصرة وتقوم بتاكر فيها كل حاجة في وام نفسه أفكارك في وام نفسه الناس لازم تعرف بالزبط أنت بتتطرف إزاي وإلا هتلاقي نفسك اللي عملتوا مبارح ودك هنا مش هواديك بكرة وتلاقي نفسك بدأت تتقارن وتكتئب عشان كلا ما تشي تقول طب إزاي إدراكي لحياة الشخصية إدراكك الشخصي أنت وصلت فين النهاردة في تنمية ذاتك يا طرح أنت أحسن من مبارحك أخبار أعصابك إيه أخبار أفكارك إيه يا طرح بتقرأ باستمرار بتعرف تنمي نفسك بتعرف تشتري كتب بتعرف إزاي تشتريها وتقراها وتكملها ولا تشتريها ولا تقراهاش تبصت لأيه حاجة مهمة جدا لأن المعرفة قوة ولما تكون بتعرف أحسن من اللي بيعرفش تعرف حتى الله سبحانه وتعالي يقول لك وهل يستوي لدينا يعلمون ولدينا لا يعلمون يعني أنت العلم في حاجة في منطهة الروعة عشانك لازم تفكر أن العلم بالنسبة لك مهم فدلوقتي أنت لازم تقرا كل يوم في سيارتك حتضيع ألف ساعة سنويا في سيارتك ألف ساعة وانت تبصو سيارتك إيه اسم الألف ساعة دول على أربعين أسبوع أرضي على أربعين ساعة تديك عشرين أسبوع ليه أربعين ساعة اللي هو الأسبوع في حدود الأربعين ساعة يعني تديك عشرين أسبوع في السنة عشرين أسبوع في السنة دعين في سيارة فلازم تتفكر استغل لهذا الوقت استغله بروعة استغله بقوة طب استغله ازاي؟ استغل لهذا الوقت ان انا عارب بالزبط ان عايزيه فبحط اشريطة سماعية اسمع حد يديني قدرات اسمع حد يديني في الدوافع في الحماس في الادارة في المبيعات في التسويق في التسويق في الطاقة البشرية في القوة الزاتية مليان اشريطة وفي ناس النهاردة عارب فيه منطهر روعة بيدوا كلام ده كله فاشتري الاشريطة دي حطها في سيارتك دي بتنمي نفسك فشخصيتي ممكن تتغير كل يوم لانك مش ممكن تستمر كل يوم زي ما كنت اليوم اللي قبله لان ناس بتتغير حواليك والناس بتجري حواليك كل واحد عمل يدور ازاي يكون احسن اخبارك انت ايه؟ انت عاوز تعمل ايه؟ لو انبارح زي النهاردة اك انك صورة تبقى الاصل مش محتاجين بقى انك تكون عايش بعد كده للاسف الشديد فيه ناس تبقى ماشي عنده 23 سنة مات لكن دفنوه عنده 60 السبب ما مش عايش مش عارف اذا كان سعيد ولا مستعيد مش عارف اذا كان ناجح ولا فاشل اهو عايش وخلاص اهو ماشي في الدنيا ماشي منمل كل يوم زي التاني هبص لها في الاخر بكل القدرات الرائعة اللي عندي دي كلها هيشتكي هيبدأ يشتكي عشان كده لما تيجي تشتكي بالمنظر ده وتدرك هزي الشكوى هتوقف اول ما توقف في هزي الشكوى هتبدأ تفكر اللي ممكن اعمله النهاردة عشان اوصل لاعلى مراحل حياتي ادي الادراك في حياتك الشخصية اكلمنا على الادراك بالنسبة لجزء روحاني والادراك بالنسبة لجزء صحي والادراك بالنسبة لجزء الشخصي دلوقت هنتكلم في الادراك بالنسبة لعلاقاتك العلاقات يا طبع انت علاقاتك ازاي مع الناس خصوصا مع عيلتك لو انت مثلا لو لسه ما تجوزتش اخبارك مع العيلة اخبارك مع ماما وبابا اخبارك مع اخواتك وبعدين لما تخرج بره أخبارك إيه مع الناس أخبارك إيه معهم بتعرف تتصل بالناس فإن الاتصال بالنسبة لك عملي زي هل يترك أنت منوع الرائع في الاتصال لازم تعرف زي تتصل بالآخرين لكن ما عرفتش تتصل بالآخرين هتلاقي نفسك عندك مشاكل لأنها هتتحكم باستمرار تعرفين مرة سألوني بره من برامج تلفزيوني دكتور قلنا حاجة واحدة بس ممكن توصلنا البر لأمين قطوره ما تحكمش قال طب إحنا دول نهار بنحكم ما تحكم مش عارف ليه بمجرب ما تحكم ما خلتش النفس خطر رجعة تخرج منه قال طب نعمل إيه خليك مرن لما تتعامل مع الآخرين عندهم أفكار مختلفة عنك عندهم قيم عندهم اعتقدات عندهم إدراك عندهم معنى مختلف عنك تماما لازم تكون مختلف إزاي لازم يكون مرن وأنا بتعامل مع الناس لأن اللي أنا بقول لهم ده ده أفكاري أنا ده خبراتي أنا ده تجاربي أنا اللي ممكن لك تتناسب معك إطلاقا وإنت لازم هكون عندك رأي تاني فنقلم زعلني لازم أوصل لمرحلة أعرف أتعامل معك إزاي أنا عندي رأيي وإنت عندك رأيك إحنا اللي اتنين بنقدر نتعامل مع بعض بهذه القوة وبهذه الطريقة في الوقت لو ما نيجي نتكلم في العلاقات أنا بتجيني مشاكل كثير جدا في عياتي سواء برا أو هنا لو فتحت مكان الاستشارات أنا لقي الناس يقولي مثلا عندي مشكلة مع زوجتي على أساس أفكاره وخبراته الثاني يتجوزون كل واحد فيهم عنده عنده إدراكه عنده اللغة بتاعته عنده معنى الأشياء بالنسبة له وعنده كل الحاجات التي تكون لها والشخص الآخر مختلفين فالاثنين يتجمعوا مع بعض ويكونوا شخصية ثالثة الشخصية الثالثة دي لازم يكون فيها اشتراك لازم يكون فيها تفاهم لازم يكون فيها حب لازم يكون فيها تقبل كل واحد يتقبل نفسه والشخص الآخر لازم يكون فيها احترام لازم يكون فيها ثقة لازم يكون فيها تضحية لحد ما لانا كنت بعمله قبل كده الواحدي انا الواشي بكون شخصية جديدة فيها الاثنين يطرر انا مدرك ولا بدأت مسك رأيي بس او ممسك رأيي الشخص الاخر على طول حيبدأ يدافع عن نفسه حدفع عن رأيه لانا عنده قيم مختلفة تماما عن الشخص الاخر فلازم اعرف ان هذا الادراك في العلاقات الشخصية مهم جدا فلما انا ادرك ان انا عندي مثلا ادركت ادركت اول ما اكتب وارا امسك وارا وقلم وفي الاخر ان شاء الله حالوكم على خطة معينة او استراتيجي اعمليه في حكاية الادراك دي فانا الوقت عرفتنا فين في حياتي الرعوحانية وعرفتنا فين في حياتي الصحية وعرفتنا فين في حياتي الشخصية وبعد ان عرفتنا فين في حياتي علاقاتي مع الاخرين علاقتي مع نفسي عاملة ازاي علاقتي مع الناس عاملة ازاي علاقتي مع العيلة عندي عاملة ازاي وبعد ان بخرج لعالم خارجي علاقتي مع الناس عاملة ازاي علاقتي مع الناس عاملة ازاي علاقتي مع الناس في الشغل عاملة ازاي أنا بقول ساعة ناس يقول لك أنا لازم أستخيل إيه السبب؟ لأنه فيه واحد مدايقه فيه مدير مدايقه أو فيه شخص مدايقه إيه اللي حصل عشان واحد معه دايقه وهو ركز عليه بهذا الإسلوب عاوز يخرج أيها بس أنت بتهرب أنت ما تعلمتش إذا تتعامل مع هذه الشخصيات الشخصيات دي تبنت لك جواك وأنت بتهرب الشخصيات اللي جواك دي مهما حصل ما عرفتش تتعامل معها لما تطلع لك تاني حتتسرب بنفس الإسلوب وبرضو حتغرب عشان كده بقول للناس باستمرار خدوا بالكم بقول لكم باستمرار خدوا بالكم ما تحاولش تخرج من حالة لحالة مبنية على السلبيات باستمرار ابني على الإيجابيات ما تسيبش حد وانت فيه سلبيات كتير ما تسيبش شغلانة وفيها سلبيات لأن حتاخد هذه السلبيات تمشي بها في الدنيا شيئ لها على كتافك فلازم تخلص أول باول فدلوقتي احنا بنتكلم على جزء روحاني وبعدين على جزء صحي وبعدين على جزء الشخصي وبعدين على جزء العلاقات دلوقتي خامس حاجة بنتكلم دلوقتي على إدراكنا لجزء المهني جزء المهني أو جزء العملي جزء المهني يا طلاح انت بتشتغليه يا طلاح ان بتشتغل فعلا عايش توصل فين عايش تروح فين عملت ايه أخيرا نميت نفسك ازاي في مهنيتك كبرت نفسك ولا لا ولا منوع العمل يحكم على نسو خلاص ولا بتشتكي أو بتلوم اللي حواليك وتلوم المجتمع بتدل نفسك ما بتتحركش فلازم الواحد يوصل لمرحلة يبقى عرب بالزبط ورائح فين عشان كده لما أدرك أنا فين فيميلي أنا جان علي وقت من الأوقات كنت عارف أن أنا هكون مجير عام كنت عارف لكن كنت بشتغل بدأت من الأول سلمة الأول سلمة بالنسبة لي كانت غسيل السحون لما الناس تقول لي دكتور ما تقولش كده تاني بالعكس دي قصة رائعة وقوية دي اللي تقدر الناس تقول لك أنا كمان ممكن أوصل مش هو بس ولا ما تتكلم الناس لما تنكر الحاجات الصعبة اللي عادت في حياتها ما عادش ممكن يستفيد لكن أنا بقولك أنا بدأت من هناك مش كده وبس أنا أدركت أن أنا السلم بتاعي لازم يبدأ بأول سلمة فأول سلمة كانت ديه وقلت لنفسي لما ان شاء الله أوصل لمدير عام أكبر فنادق العالم حبقى أعرف أن هذا الشخص اللي بيخسل السحون بيعمل إيه لأنه معظم مديرين ما عندهش فكرة ولا عنده فكرة عن المطابخ يقول لك لا مش عايز يوسق يده فتبصت لقي النتيجة أن لو حصل أي مشكلة كبيرة ما عرفش يصرف لأنه ما عرفش أنا عرفت قد إيه مثلا واحد زي غسل السحون ده ممكن يكون خطر جدا بالنسبة للفندق لو مدائب أنا شفت في مونترياض شفت ولد كان مدائب جدا من إدارة العليا وراح جاي واخد شاريو اللي هو فيه حوالي ألفين طبق وألفين كوباية وعمالي زقه وراح منزله من على السلال رح نازل مكسور وراح قاعد جنبه وقال يعني متعور يعني حدثة ما تقدرش تعمله حاجة كانت النتيجة إيه طالما فيش طبق يبقى الأكل الطباق مش هيدر حط الأكل في الطبق يبقى زبون حيشتكي ممكن يعمل مصيبة كبيرة ففي الحالات دي الشخص ده لازم ندعمه لازم نعرف إيه اللي محتاجه لازم نحفزه عشان يدينا إنتاج رائع ولما يدينا إنتاج رائع نكبره معنا هذه الطريقة فتعلمت كتير أدركت لما الناس كلها تقول لك يا راجل إيه اللي خليك تعمل ده ده أنت مش عارف من عائلة مين ده أنت مش عارف اسمك إيه ده أنت بتكلم ثلاث لغات وعندك ثلاثة ديبلوما في الفنادق تروح تشتغل شغل أنا دي ده إدرك وهو ده أفكار وهو لكن مش أفكاري أنا لكن أقول تقولهم تشكرين جدا وبدأت تتحرك واشتغلتهم وقلش الحد عشان كده إن شاء الله هنتكلم في قوة الأهداف قوة الأهداف إزاي خطط لها إزاي حقاقها وإزاي وصل لها وإزاي تعامل مع التحديات ولما تجي لي إزاي استغلها وحولها القدرات وغير كده أعرف مصادري وإزاي استغلها صح وطول ما أنا ماشي في الدنيا هتقابلني تغيرات لازم تقابلني ولو ما تقابلنيش أنا مش عايش من كوكب تاني لازم أوصل لمرحلة أعرف إزاي أتصرف مع هذه التغيرات ودوا باركم الغ 해야 kim الركن الروحاني بعدها أخير كلمنا على الركن الصحي بعدها كلمنا على الركن الشخصي وبعدها تكلمنا على الركن العلاقات مع الآخرين حتلاقيها كده متسلسلة فعلا وبعدها الركن اللي بعده الركن المهني ما تصور بقى أخر الركن إيه الركن المدين الركن المدين أنا تكلمت عالفلوس آخر حاجة عرف ليه Deaf لأن الفلوس طاقة أرضية يعني إيه طاقة أرضية لو الشخص يركز فقط على الفلوس ستشده لتحت هتشدك تشدك لأن تركيزك على الفلوس التفكير هيتسع وينتشر حسب قوانين العقل يتسع وينتشر أعمل أفكر في الفلوس أعمل أبص على الفلوس هعمل أي حاجة عشان أخذ فلوس عشان تبص لأي شخص عيدها ممكن يكون سراءة وحتى بيصلي ويصوم لكن أول ما تتعامل معه في الفلوس تلاقي إنسان تاني خالص ممكن ينصب عليك ممكن يجذب ممكن فيه الغيبة والنميمة تلاقي إنسان تاني خالص السبب لأن تقته مهيش روحانية تقته مادية تقته أرضية أعمل أتشده لتحت أعمل يفكر فقط الفلوس عاوز يعيش كويس إزاي مش مهم المهم يعيش كويس وخلاص ممكن يكون على حساب الناس ممكن يجذب ممكن يعمل حاجات والمصيبة لو عارف كويس إن في الآخر هيوصل لبر الله أعلم هيوصل فيه لكن تبص لأي القانون والتاريخ الله سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد أشكده ربما سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل هتبص لأي هتوصل في الآخر هتوقع يعني هتوقع لكن الشخص ما فكرش إيه السبب بيتصرف تلقائيا عشان كده قلت من الأول إن أكتر من 90% من سلوكيتنا تلقائية من أحسسنا تلقائية من اعتقاداتنا تلقائية فأنا بتصرف مع الناس من غير ما فكر أنت بتاكل من غير ما تفكر بتشرب ميا من غير ما تفكر بتتعصب من غير ما تفكر عشان كده الإدراك هو بداية هو بداية السعادة الإدراك هو بداية النمو الإدراك هو بداية الاتزان عرف لما أنا كلمت على الستة حاجات دول الستة حاجات دول لما تفكر فيهم كل يوم بليل قبل ما تنم تسأل نفسك أنا فين أنا فين في دول أنا فين في الستة دول يا ترى علاقتي النهاردة مع الله سبحانه وتعالى أنا مش فيها كويس الحمد لله وبدأت فعلا أصحى وصلي الفجر وبصلي جمعة باستمرار وبساعد الناس على قد ما قدر وبدي من غير ما قدر تعرف فيه ناس كي تقول لي دكتور أنا لما بدي ما بخدش حاجة من حد وما حدش بيسأل فيها لأ ثانية واحدة أنا لسا مكلم على الطاقة البشرية قوة طاقة الإنسان عاملة زي لما تدي شحات تدي له حاجة بسيطة جدا تدي له درهم مسلا تدي له حاجة بسيطة جدا عارفت تديت له وخلاص مشيت عارفت الطاقة الروحانية اللي خدتها منه قدي بتحس بروعة الروعة دي مديها لك الله سبحانه وتعالى ما لهاش حدود في الفلوس ما تقدرش حطي لها رقم فأنت ديت مثلا دولار لكن اللي خدته أكتر بكتير مثلا ساعة التحدي بس المشكلة إنك منتظر منه هو أن يديك حاجة أنت ادي وما تستناشت فحد يقول لك أنا قررت إن أنا ما ساعدش حدي بعد كده لأن ما حدش بساعدني ما حدش بسأل فيها هي العلاقة بينك وبينه ولا بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنت بتدي ليه بتدي عشان تفتخر ولا بتدي عشان تقول أنا ديت بالعكس أنت بتدي عشان الله سبحانه وتعالى فبتدي أنت بتحس بروعة لكن ما تنتظرش العطاء من نفس الشخص هتجيلك الله سبحانه وتعالى هتجيلك أكتر وأكتر وأكتر عشان كده في قانون اسمه قانون الرجوع قانون الرجوع بيقول لك لك الحاجة اللي بتبعثها ترجع لك تاني من نفس النوع الحاجة اللي بتحديفها ترجع لك تاني من نفس النوع مش شرط من نفس الشخص لكن هتجيلك هتجيلك لازم نعرف هذا القانون رائع وتوصلك لقانون الانجزاب هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل هتبصلك الحاجات بتانجزبلك من نفس النوع عشان كده تخليك عطاء لما توصل لكل دول وأدركت انت فين تي حاجتين لازم تدركهم مهمين جدا أحاسيسك وسلوكياتك لازم أدرك أنا فين في الأحاسيس وأدرك أنا فين في السلوكيات انت عارف الأحاسيس وقود الله سبحانه وتعالى خلق الروح الروح محتاجة بيت تعيش فيه البيت هو الجسد الجسد محتاج دينمو نشغله الدينمو هو العقل العقل محتاج وقود عسى نتحركها الوقود هي الأحاسيس فتبص تلاقي أي واحدة من دول مش مزبوطة مش ممكن تقدر التانين مزبوطين تغيير انت عندك سيارة عمل تلمع فيها عمل تزبط فيها تدورها ما تدورش السبب ما فيهاش موتور فمش ممكن تشتغل أو حتى لو عندك سيارة وفيها الموتور وكله تمام لكن ما فيهاش بنزين فمش ممكن تشتغل نفس الشيء بالنسبة للإنسان عندك الروح عندك العقل عندك الأحاسيس وعندك الجسد لازم الأربعة يشتغلوا سوا لما يشتغلوا سوا الإنسان متازن والإنسان سعيد تعرفين حكاية الاتزان دي ايه الإنسان الغير متازن ممكن ينمو ولا مش ممكن ينمو احنا حننمو حننمو لكن ممكن تنمو بس بطريقة غير متازنة يعني ايه ممكن حد يكون بينمو بس في وظيفته عمال مركز على الشغل مركز على الشغل مركز على الشغل من غير ما يلاحظ أن صحيته عمالة بوز لأنه ممكن يكون بيدخل مثلا جامد ممكن يكون بتحصب باستمرار ممكن يكون بتصرف تلقائيا من غير ما فكر ممكن عايز عايز يتحكم في كل شيء عايز الناس تمشي زي ما هو عايز حد يتعب ويتعب لحوليك فلما اجا فكر بهذا الاسلوب أبو سيلاقي أنني ماشي بحاجة واحدة بس وغير مدرك لأنني ماشي في الشغل فمعظم الناس تكلموا في الشغل يكلموا كويس جدا خرجوا من الشغل ما عارف شغل الكلمتين على بعض لأنه مش بتعود ما عارفش ياخد أجازة ما عارفش ياخد مثلا عطلة أسبوعية حتى باستمرار تعرف لما تسيجي نهاردة الشركات العالمية أصلا كان زمان السيرة الزاتية نمر واحد نهاردة السيرة الزاتية عملها تطلع برا نمر 11 ولا 12 إيه السببب؟ لأن عايز يعرف التمتازن ولا لأ عايز يعرف التمرن ولا لأ عايز يعرف أنت مطلع ولا لأ تمسك لا يتعب مع حد من متخصين الكبار يسألك إيه آخر كتاب قريته تقول إيه اللي جاب جيب ديك عايز يعرف أنت متفتح ومطلع ولا لأ يسألك مثلا إيه آخر مرة أخدت فيها عطلة عايز يعرف أنت متزن ولا لأ بتعرف تسترخ وترزح ولا لأ لأن على الراحة تبني الإنجازات لو بتنجز تنجز 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 هتتعب لأن الإنجاز إنجاز إنجاز ما فيش راحة ولو راحة 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 هتاخد اكتئاب لازم اللي اتنين يتزنوا لازم اللي اتنين يكونوا مع بعض دي اللي اتنين سوا الراحة بتديك الإنجاز والإنجاز يوصلك للراحة وكل واحدة تعملها تتمتع بيها لكن لو شخص مركز في حاجة واحدة يبقى غير متزن فهو بيكبر في حاجة واحدة بس يكبر في شغله يكبر في فلوسه وفي خلال ده يبص لأيه يبص لأما صاعد جاتلو إيه السبب لأنه مش مركز عليها مركز على حاجة واحدة بس عايز نجح فيها يا مناس اسمحهم يكون نجح جدا في حياته وقال لأنا بقدم كل شيء لزوجتي والأولادي وبعدين بصيت لأتفاجأ بتطلب مني الطلاق وبعدين بستعرف إزاي ده أنا منجيكو كل حاجة آه لكن عاوزين كنت عايزين وقتك انت لا في قصة طحفة بالنسبة لوحدة عايز أبوها تقول له بابا أنا عايز أعود معاك شوية قال لأ بص يا بنتي ما أدرش عادك معايا شوية قلت له ليه قال لأ لأن الساعة بتاعتي الساعة بتاعتي بمئة دولار فالبنت راحت سكتها وبكت وراحت تمشي وقعدت محاولي أسبوع يادر بتسلم عليه وتنام بعد الأسبوع ده راح تجاب الحصالة الزغارة بتاعتها وراحت تقول له بابا أنا عايز أعود معك بيتك دي دي إذا لو سمحت بس دي أنا عارفة أن الغالي قوي والساعة بتاعت الغالية وراحت رتح الحصالة راح مطلعة منها فلوس موفرها يعني عارف إزاي دارهم حاجة على حاجة وفلوس بسيطة جدا وراحت مديهم لأبوها قلت له بابا أدي من الدولار لو سمحت خدهم واديني ساعة أنا عارفة الساعة بتاعتك بي من الدولار اديني ساعة من وقتك تخيل لما تيجي تفكر كده أنا قضيت أوقت مع أولادي أمت أخر مرة أنا بتكلم إزاي مع أولادي أخر مرة أخباري إيه مع زوجتي أو زوجتي أخبار الزوجة أخبار هي إيه مع زوجتي فبست لقي ده نجاح الناس بتمثل أن ده نجاح العلاقة العائلية نجاح الصداقة العائلية نجاح لك الشخص يركز على الشغل يركز فمش متزن فممكن الواحد ينمو آه لكن غير اتزان فالاتزان الأول وبعدين النمو لأن ما تكون متزن في الحياة في الستة دول أنك عارف حياتك روحانية رائعة لأنك بتعملها بتعملها تعملها صح حياتك الصحية رائعة لأنك عايش عايش طب ما تعيش صح أنت بتاكل بتاكل ما تاكل كويس أنت بتشرب ميا بتشرب ميا بدلا ما تشرب حاجات ما تنسبكش اشرب ميا نظيفة بدلا ما أنت بتفكر بتفكر فكر حاجات نسبك لأن المخ عبني على هذا التفكير وطالما أنت أنت بتاكل تاكل كويس أنت بتتحرك بتتحرك تتحرك كويس الله سبحانه وتعالى خلالك رجلين إحنا المخلوق الوحيد اللي بيعرف يعني إيه معنى الرجلين دول والتحركات على فكرة بص كل مخلوق اللي لازم يحصل فيها شد هتلاقي الأسد لازم يقوم يشد هتلاقي السقر أول ما يقوم يروح شدد رجله هتلاقي القطة تروح متحركة بليه شد العضلات بيجروا وتحركوا وإلا كده يمرض ما يتحركش فتلاقي معظم الناس ما يتحركش وكل ما التكنولوجي تتقدم والموبايلات والكمبيوتر والنينتندو ما يتحركش عشان كده معظم الجيل الجديد لأسف شديد ما بيعملوش حاجة قدام كمبيوتر قدام نينتندو ما بيتحركش فتلاقي المشاكل النفسية بتزيد والمشاكل الصحية بتزيد لأنه ما بتحركش ما بيحركش جسمه جسمك ربنا خلاولك سبحانه وتعالى عشان تحركه عشان تجري بيه عشان تفكر عشان يسعيدك بيك لكن الإنسان طول ما هو قاعد الطاقة تشتغل ضده فإحنا قلنا بعد الست حاجات اللي كلمة فيهم إنه لازم تعرف انت فين في حياتك الروحانية انت فين في حياتك الصحية انت فين في حياتك الشخصية انت في في علاقاتك مع نفسك مع عائلتك ومع الآخرين انت فين في حياتك المهنية وانت فين في حياتك المادية بص لكل دول وفي حاجتين هنكلم فيهم انت فين في حسيسك حسيسك عاملة ازاي أخبار حسيسك ايه هل انت مدرك بتتصرف ازاي ولا بتتصرف تلقائيا هل لو حد مش موافق معك على الرأي هتتنرفز عليه هتغضب عليه هتشتمه نختلف. مش لازم. مش معنى كده انا اختلفت معاك. ان انت عدوي. عش كده بقول لي الناس و بقولوكه دلوقتي يخدوا بالكه. فرق بين الشخص و بين سلوكه. اللي اتنين ده لازم تفرق بينهم. الشخص ما هو السلوكياته. الشخص ده احسن مخلوق. خلق الله سبحانه وتعالى. انا وانت خلقنا الانسان في احسن تقويم. عايزي تاني. والله سبحانه وتعالى خلقنا بيده الكريمة. كان ممكن يقولك كن فيكون. عشان يعظمنا. وسخر لنا السماء والارض. فانا موافق على ديل. انا بحب الله سبحانه وتعالى. فانا بحب مخلوقاته. بحبك زي ما انت. بس انا مختلف معاك في الرأي. انا مختلف معاك في السلوكيات. دي مش انت. فانا بفرق بين الشخص و بين سلوكه. الام لازم تفرق بين ولادها و بين سلوكياتها. ما تقوليش لابنك مثلا ماما مش هتحبك لو عملت كده. الحب بدخل في السلوكيات. فالشخص يحس لو ما عملتش اللي ما عايزها. انا مش محبوب. فتوصل لمشكلة نفسية قوية جدا. وخوف من الاعتراض. وخوف من الاهمال. وخوف من المجهول. فبوصله. وانا ما عارف ازاي. مش ماخد بالي. لازم اخد بالي. بقول لنفسي. بقول للاولادي. بقول لصحابي. بقول للا الناس بشتعل معايا. عشان كل كلمة بتطلع مني. يا دوب تلعت. ما عندش اي كنترول ولا تحكم فيها. راحت للشخص الاخر. عشان كده لازم اعرف. الشخص الاخر عنده ادراك مختلف عني. لو اختلف عني. على طول افكر. افصل بينه وبين سلوكه. انا بحب هذا الشخص. لانه بحب الله سبحانه وتعالى. فبحبه في الله. لانه مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. اما السلوكيات انا مش موافق عليك. فتعاني اتفق احنا الاتنين على السلوكيات. وعندك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالك شوف لأخيك سبعين عزر. فامشي كده. ما تحاولش تلوم. ما تحاولش تحكم. لانك حتطب في مطب التركيز. يا دوبرا كيستو انا حتكلم عليها بعد كده. حاجة اسمها قوة التركيز. هتلاقي نفسك بتلغي معلومات وبتعمل معلومات. وحكمك يزيد. والمق يدعمك وتخسر الشخص. عشر رائي. ما تستهلش اطلاقا. فتقول من الاول النهاردة انا كون مرن. فالنهاردة ادراكك في ايه? ادراكك ترى وانت بتصلي احسيسك روحانية عاملة ازاي? بتحسنك فعلا مرتاح. فعلا فعلا مرتاح. ولا زي ما بتخلش زي ما تطلع. بتعرف ازايك تاخد وقت لنفسك. وقت. انا بسميه انا بسميه الصوليتود بالانجليزي. يعني الوقت الشخصي بتاعي انا الواحدي. مش بتاع حدي تاني. بقعد فيها الوقت ده ان انا ممكن اغمض عني وحس براحة تمة. وحس ايه بالفضل. وعرف بالعرفان لله سبحانه وتعالى اللي اداني هزي القدرات وقدال القدرات اللي محدودة من غير ما يطلب مني حاجة. مش عايز حاجة نفسه. عايزك تفتكره. فانا ما اجي افكر في كل ده. قال ايه احسيس تبدأ تتزن. الاحز ان انا بتنرفز وانا مش عايز تنرفز. عارب مجرد ما تلاحز هيحصل تغيرات. تامة. ليه السبب ان اللي لاحزت. انا اتنرفزت. عشان اتفكرت يبقى خرجت عن النرفزة. ورجعت تاني. حتى لو اتنرفزت تاني. لكن فكرت. عشان كده الادراك انك تعيش اللحظة دي بكل ادراكك. تبع عارف تبتعمل ايه. لكن احنا معظم اللي بنعمله بنعمله غير ما نفكر. مش عارفين احنا بنعمله بنعمله من عقل الباطن. بنعمله تلقائيا. بنعمله لا وعيا. ممكن اكون رائعنا في شغلي وبعد ان روح البيت. النفسي تعبان نفسيا. ممكن اكون من النوع اللي بساعد الناس كلها. وانا مبسوط ان انا بساعد الناس كلها واخد مشاكلهم معايا. وروح البيت والاكتئاب. مش عارف انام. لان اواخد كل مشاكل الناس. معرفتش زيها مفصل. ان انا بعد ما ساعد انفصلت. زي دكتور اللي يساعد الناس واخد كل مشاكلهم وبعدين هو يمرض. لبساعدها لازم يتعلم زيها مفصل. لان انت كده بتتصل. الانسان لما يتصل بكل حاجك ممكن يزعب. عشان كده لازم توصل لمرحلة تقدر تنفصل من وقت تاني. اجي الغرض من القوة الزاتية. فالوقت التي احنا تكلمنا. ازاي تكون عندك ادراك؟ انت فين النهاردة في حياتك الروحانية؟ انت فين النهاردة? تدرك انت فين في حياتك الصحية؟ دي قيم أولية كلها. انت فين النهاردة? فإنت شخصيتك نميت نفسك نميت شخصيتك نفسك تتعلم لغة اخبارك معها نفسك تنمي نفسك شوية اخبارك معها لازم تبدأ تاني من نفسك كل يوم. وبعدين ج بكل كده حياتك الشخصية لما تيجي حياة الشخصية اللي أنا بعمله النهاردة عشان يكون أحسن من مبارح اللي أنا بعمله النهاردة عشان يكون أقوى من مبارح يا ترى أنا بساعد ناس أكتر من مبارح حطيت بحط ابتسام على وشي أحسن من مبارح ده ابتسامتك في وجهك صدقة ده بص لأ أنا ممكن أخذ صدقة يا ترى أنا سمعت الناس من غير محكم عليها وأول ما حد تكلمني رحت واخد نفس عميق وفكرت نفسي أن الشخص عنده إدراك مختلف عني مهما قال لي أنا متقبل الشخص زي ما هو وبحترمه زي ما هو وبحبه زي ما هو أن يمكن رأيه أنا مش موافق معاه فما تحط الشخص وتشاور عليه وتقول له أنت على فكرة ده بقية شي حتى لو شورت على حد كده وانت بتشاور عليه بص هتلاقي ثلاث صوابع بشاور عليك أنت فأنا بشاور عليك بس في ثلاث صوابع تانين بشاوروا علي فأنا لم ألوم حد في ثلاث صوابع بتلومني أنا لأن أنا لم ألوم حد مبني على إيه مبني على أفكاري مبني على تلقائية فلازم أخذ بالي قبل ما لهم حد أنا بتعامل مع الشخص كان حسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى وبعدين بشوف بعد كده في الاتصال مع الآخرين بلاش تركز على السلوكيات كل سلوك في رسالك وكل رسالة في هنية أنا بروح للرسالة فبقى بيلها برسالة أخرى فأنا بلم نفسي كل يوم لو ما عرفش أتعلم لأن أول ما أقول أنا أدركت إن أنا من نوع العصبي وما بقولش خذوا بالكم أول ما تقولي الأنا وتقول الحاجة وراها أصبحت بحالها أصبحت يعني معنى إيه في المكان والزمان والمادة والطاقة يعني إيه كلام ده كله يعني تبقى عصبي في كل مكان وفي كل وقت والصبح وضهروا بالليل وفي أي موسم وفي أي حتة ومع أي ناس طبعاً الكلام ده مش طبيعي مش حقيقي أنت بس في حاجات معينة بتنرفيزك فلما تكون محدد المخي دي كالتحديد لما تكون معنى المخي فسحك هيفتح لك كل الفائلات وقلب لك تدين من كل حتة وقلب لك نفسك تعباً نفسياً جداً هذه التعميم فما تعممش ما تحكمش خليك تمرن فتبص تلاقي مثلاً بدأ بتقول أنا تعباً نفسياً أو أنا فاشل ده حيب أعتقاد خد بالك وحيب نفسك بتتصرف على هذا على هذا الأساس بس ما تقولش أنا حاجة أو ما تقول تقول في عندي تحدي معين لكن أنا أحسن مخلوق خلال الله سبحانه وتعالى أنا مش أحاسيسي أنا مش تحدياتي أنا هنا والأحاسيس والتحديات هتتغير ولازم تتغير وبتتغير فالنهاردة الإدراك الأحاسيس وجزء الثاني عايز أتكلم فيه الإدراك في السلوكيات إدراك السلوكيات يعني إيه يترى أخبار سلوكياتك إيه بتكلم الناس مع إزاي مع الناس بتعرف تسمع؟ بتعرف تنصد؟ لما حد يكلمك بتكلم بكل أحاسيسك بتورد ناسك فعلاً مهتم ولا أنت بتستنى دورك تقاطع الناس كل محد يتكلم تقاطعه عايز أنت بس تتكلم زي ما يكون الشخص الأدامك يعني لازم يكون لازم يسمعك بس كل إنسان عنده في مخه في جملة إيه الجملة دي؟ أنا أحسن مخلوق وأنا أهم إنسان في حياتي فكل وقت فينا عايز يتكلم هو كمان عايز يتكلم عن نفسه عايز يتكلم عنك فلازم نصر مرحلة بتسمع الناس زي ما عايزهم يسمعوك عشان كده في قصة جميلة جداً عمل أحد اسمه ميلتن إيريكسن ميلتن إيريكسن ده هو مؤسس علم التنوين بالإيحاء على طريق إيريكسن اسمها إيريكسونيان هيبنوزيز الراجل ده جاله بوليو على فكرة كان مشلوم إنه نالتحت وقدر ربنا صحيح وتعالى عمله هو معجزة إنه تفك الشلل ده وقدر بعد كده يعرف إنه فيه حاجة اسمها استرفاع الزراع والقدرات الرائعة بالنسبة للإنسان وقدر هو شوية شوية طبعاً بإذن الله إنه قدر يمشي على سن 18 سنة كان خلص تفك من عنده الشلل وعشان كده بعد كده عمل حاجة اسمها التنوين بالإيحاء على طريقة ميلتون إيريكسن اللي هو كان زمان بيسلمه هيبنوزيز طبعاً هيبنوزيز تنوين معناطيسي ده كلام فارغ مش موجود مش حاجة اسمها التنوين معناطيسي في حاجة اسمها استرخاء وانت بتعدي عليها وفي خلال ما احنا ماشيين ممكن نبقى نتكلم في حاجة زي كده فدلواج عنا وصلنا من رحلة عرفنا هذا الإدراك عرفنا هذه القدرات فميلتون إيريكسن لما كان صغير وهو ماشي قبل ما يجيله البوليو لقى لقى حصان فأخذ الحصان أخذ الحصان ورح بيه الأبو قال له بابا ممكن أخلي الحصان ده لو سمحت فأبو قال له اسمع يا ابني لو حد لقاك ممكن يخليك عنده قال له لا طبعاً قال له ليه قال له عشان عندي بابا وماما قال له نفس الشيء بالنسبة للحصان فلازم ترجعه تاني لأهله قال له بس فيه مشكلة أنا معرفش وساكن فيه قال له بس أنا بكرة حقول لك قال له طب ممكن أنا معاه النهاردة قال له ممكن خليه النهاردة بكرة الصبح أنا حولك تعمل ايه مع الحصان عشان ترجعه تاني لأهله فطبعاً ميلتون رح حط الحصان رح نايم هو رح نايم عليه كده طفل صغير ومش عاوز يسيبه بيحبه جداً وعمال يحضنه وعمال يبوسه وعمال يخسله وعمال ينظافه وفضل معاه طول الليل وفضل يدوب الاتنين كانوا زي علاقة رائعة وجاه الصبح بادريك فرح أهم الأب وقال لأبنه بوسي ميلتون دلوقتي لازم ترجع الحصان لصحابه قال له بابا ناقلت لك مبارح معرفش زيه ودير صحابه فقال له شوف انت هتعمل ازاي انت هتاخده الحصان وحتمش به هتعمل بس حاجة مهمة جداً لو حاول ينزل على الطريق السريع رجعه تاني بس تشده يمشي في نص طريق علشان ما ازيش نفسه والسائرات ما تموتوش وغير كده لو حاول يأكل اي حاجة من الحشائش وقفه لانه ممكن جداً تكون الحشائش يكون الحشائش سمة بس يعمل كده هو الحصان عارف بيته وهو حاول ديك على بيته فميلتن راح ماشي جامل الحصان الحصان ماشي شمال ماشي يمين يمشي دغري يحاول يخرج بره على الطريق السريع يروح شده يحاول يأكل حاجة يروح شده فالحصان فدا المستمر على كده لغاية ما اخيراً راح داخل في مكان قرية صغيرة اول ما دخل القرية الناس جوم جاري عليه لما جوم جاري عليه ميلتن بابش عارف في ايه فالناس قالوله مش عمقاول شوفوا الطفل الزغير شوفوا الطفل الزغير ده جاب لنا الحصان بتاعنا ولقى الحصان بتاعنا وبسوه وحضنوه ودروا هدايا وقعدوه لازم تاكل معانا كانوا صعداء جداً واحتفلوا به لأن الحصان بالنسبة للناس دول مهم جداً جداً ناس يدوم بسط جداً على الدوم واحتفلوا به جداً ميلت الرجع وقال له أبو وقال له بابا لما كان معي الحصان كنت فيه منتهى السعادة كان نفسي خليه لنفسي ولما رجعته لأهله حسيت أن أنا عندي سعادة من نوع تاني خالص ممكن تعليمني إيه ده قال له شوف يا ابني لما تكون عاوز تاخد بتبقى مبسوط لكن ما بتديش عشان كده مع الوقت هتلاقي اللي أنت بتاخده لو زاد زاد بس من ناحية واحدة لكن أنت ما حطيتش فيها تأقر روحانية مجرد ما رجعته للناس لما رجعته للناس الناس بهم في موتها السعادة فأنت أعطيت وفي العطاء بتعمل حياتك بحلها لما بتاخد حاجك يا دوب بتعمل أكل عيشك لكن في العطاء بتعمل حياتك بحلها وده اللي أنت حاسب به قال له طب يا بابا يعني ممكن أعمل إيه بعد كده قال له لو عايز الناس تحبك حبوهم أنت الأول لو عايز الناس تحترمك احترمهم أنت الأول لو عايز الناس تقدرك أقدرهم أنت الأول لو عايز الناس تتقبلك تقبلهم أنت الأول لو عايزهم أنت الأول لو عايز الناس تاخدك كنموذك بالنسبة لهم خليك أنت نموذك لنفسك الأول وبعدين حيلاقك نموذك لهم عشان كده من الأول النهاردة ما تفكرش فقط في نفسك اعمل اللي تقدر عليه عشان تحسن حياتك وتحسن حياة الآخرين وده الدرس اللي احنا بنتكلم فيه قوة الإدراك وفي الأحاسيس فيها إدراك وفي السلوكيات فيها إدراك يترى السلوكياتك عامل ازاي؟ بتعمل ايه؟ تمنور بتعصب بسرعة؟ منور اللي بيحكم بسرعة؟ منور اللي بيتنرفس بسرعة؟ منور اللي بيدخن؟ فدي كلها السلوكيات مش مبزوطة دي كلها عادات مش مصبوطة يمكن لما كنت صغير كانت تنفعك وعلى فكرة أنا بقول للناس خدوا بالك ولو سمحتوا حكاية التدخين دي بالزاد لأن التدخين دي بالزاد أصبحت تلقائية عند الناس كتير من غير ما يفكر آخر إحصائية تلعت أخيرا قبل ما جي بيسبب 22 صف من الصف السلطان مش مصدقني بصف الكمبيوتر خشي في الإنترنت هتعرف بتسبب 22 صف من أول سلطان الجلد لغاية سلطان الأسنان سلطان اللسان سلطان الحلق سلطان الفم نفسه وبعدين بتنزل سلطان الرئة وسلطان المعدة وشغال على كده وإنت محدش فينا عايش يروح المستشفى ولو رحت هناك هتقلت تقول ليه أنا مش محظوظ لا أخد بالك ده أنت اديت لك أكثر من إنذار أنت بتعملها تلقائية وحتط لها روابط لما يكون مددية بدخن أو أنا يكون مش مددية بدخن أو أنا في اجتماع بدخن وأنا في السيارة بدخن وأنا بتفرج عطيسيون بدخن بعد الأكل بدخن وأنا بمطع فأصبح عندك روابط أصبحت جزء منك لا هي مش جزء منك دي حاجة أنت برمكت نفسك عليها وربطتها بالسعادة وحنتكلم بعد كده على قدرات السعادة والألم اللي إن إنسان بيتحرك بيهم وهم دول القوتين المحركتين للجنس البشري والصنف البشري إنها السعادة والألم فأي إنسان يربط السعادة بحاجة حيروح لها حتى لو سلبية بما فيها مثلا التدخين فأنا عايزك تعرف وإنت بتدخن إدي حقها ما تقولش الددخين بيريحني لأنا مايرحكش فأنا حادي بيقولي التهربخين يا دكتور بيريحني قلت له دخن حتى تفتح على طول فالبص لأي من ناحية تانية أنا مثلا من قد ما أخد بالي أعمل دخن خد بالك التدخين مش بس كده ده بيسبب لك ألزايمر يعني ألزايمر اللي هو لأنفسك فقدان الزكرة لأن اللي بتروح بتخليك تفقد زكرة مش فاكر مشتت وتوصل لمرحلة بعد كده تعبان نفسيا لأنك ما بتفتكرش بتسبب لك حاجة ما باركنستين اللي هي لأيدي انت تبدأ تتريحش كده بطريقة ما تعرفش ليه بتسبب لك حاجة ما كيدني فيلير بالنسبة بالنسبة للكيلة وبالنسبة الفشل كالوي والكبد والكبد هو اللي بيطلع الجلوكوز للمخ كل ده رازم تاخد بالك منه لأنه ما تاخدش بالك منه هتخبطك فجأة وبسرعة وبقصوة فأنت تدرك أنت هذا التدخين يمكن كان ناسبك وانت صغير لكن دلوقتي مش مزبوط غير كنت طلعت له فاتوة أنه حرام على فكرة حولكم حاجة تانية بالنسبة لحتة دي ده سلوكيات سلبية ومش بتاعتنا دي مستوردة لو انت عادت في محل في مطعم وفي بوفي وانت بتدخن انت بتطلع الأكسجين ولا سينوكسير كربون انت بتطلع سينوكسير كربون وبتطلع مع النكوتين المحروق يروح للبوفي يسبب حاجة اسمها سلمونيلا أنا كنت تطلع عمري مدير في الفنادق السلمونيلا بتسبب فقدان للفيتامينات اللي في الأكل ومش كده وبس بتسبب كمان غير الفيتامينات بتسبب صنف من أصناف التسمم بيكون تسمم حتى ولا واحد في المية الناس لو زادت أكتر من كده ممكن يسبب حاجة اسمها استفيلو كوكس ده تسمم متكامل عشان كده لازم تدرك لسيكولياتك تعني رجع تاني الإدراك هو الحياة الإدراك أول ما تدرك دي بداية النمو أول ما تدرك دي بداية الاتزان أول ما تدرك دي بداية أنك تعيش حلمك وتحقى ألافك عشان كده لازم تدرك أنت فين في حياتك الروحانية خد وراء ألم اكتب أنا فين في حياتي الروحانية أنا فين في حياتي الصحية أنا فين في حياتي الشخصية أنا فين في حياتي المهني في علاقاتي مع الناس وأنا فين في علاقاتي يعني أنا في턴 في علاقاتي الشخصية وبعد كده أنا فين في مهنيتي وأنا فيه بعد كده في الآخر في حياتي المادية وأنا فين بالنسبة ليسلوكياتي وأنا فين بالنسبة لأحسيسي اكتب 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 أو ما تكتب ستبقى تلقى أي بعد كده في إيه لأنك تفكر بهذه الطريقة بتعملها تبقى جزء منك متعملش أي حاجة من غير ما تفكر تبقى عارفة بتعمله وبتتصرف إزايك وبهذه الطريقة هتبدأ تنمو بطريقة متزنة ورائعة وتكمل رحلتك معنا إن شاء الله على الطريق إلى الامتياز في الطاقة البشرية والقوة الزاتية وتاخد قدراتك وتحطها في الفعل تحطها في المكان اللي ينزبك الله سبحانه وتعالى غير محدود انت غير محدود قدرات لا محدودة لما تحطها في الفعل حتى اندهش باللي انت ممكن تعمله حتى اندهش لما تكتئب حتى اندهش من الممكن يعمله معاك عش كده من أول النهاردة وانا بقولها بكله باستمرار عايش بالإدراك عايش بالإدراك خليك مدرك انت بتعمله خد بالك بتعمله خد بالك بتاكل ازاي خد بالك بتفكر ازاي خد بالك بتتحرك ازاي وحنمشى على الطريق ونكمل إن شاء الله في الطريق مع بعض عشان كده لغاية ما نشوفك المرة الجاية بإذن الله عايش كل لحظة اخلناها آخر لحظة في حياتك لأنها ممكن تكون فعلاً آخر لحظة في حياتك عايش كل لحظة كأنها آخر اللحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع بخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل مش بالكلام ولا باللبس ولا بالشكل بالفعل تعيش بالتنين دول وبعد كده عيش بالكفاح وبعدين لما تعيش بالكفاح عيش بالفعل وعيش بالصبر وعيش بالالتزام وعيش بالإدراك وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة